يعني لما يكون عندكم واحد زي نديم اقتش عيب قوي انكم تروجوا للتفاهات يا قناة سكاينيوز عربية معلش بس عندي رسالة لقناة سكاينيوز عربية تعتبروها حشارية مني تعتبروها رتاتة تعتبروها نصيحة اعتبروها زي ما تعتبروها انا اصلا حطت ايدي في الشقة منكم وما عنديش اي امل في اعلامكم انه يتصدى للحرب اللي احنا فيها والدليل هو السلام عليكم قناة سكاينيوز عربية وفي اطار تصديها للحرب الاعلامية اللي بتواجه الامارات والسعودية ومصر الحقيقة انا مش عارف اقولي يا جدعان الطبيعي ان القناة موجودة على ارض الامارات انه يكون ليك دور مؤثر في التصدي للاعلام القطري والتركي والايراني وانا مش قاعد بقيم ادائكم او بعلم عليكم لمؤخزة لا والله حتى انا مش عشمان ان انتو تبقوا مؤثرين لان ده مستحيل في ظل الادارة الحالية وسياستكم التحريرية الحالية برد ولكن اللي فقع مرارتي هي التغريدة دي بصوا يا سادة على الدايرة الحامرة دي دي معناها ان التغريدة دي تم عمل ترويج مدفوع لها يعني سكاينيوز عربية دفعت فلوس علشان التغريدة دي تنتشر وتظهر لمتصفح ورواة تويتر مش هنا التفاهة التفاهة ان سكاينيوز بتدفع للترويج لبرنامج منصات وخبر تافه جدا 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 اسمعوا الخبر الخطير اللي سكاينيوز بترواجله بيقول ايه مسؤول هندي يشرب معقما لليدين بدلا من الماء بالخطأ يا سلام على الخبر الخطير اللي بيهم المواطن العربي اللي المفروض سكاينيوز بتتوجهله مال نحن ومال المسؤول الهندي اللي شرب معقم يدين ولا حتى شرب سابرة يود بدلا الماء بالله عليكم ده خبر يستحق الترويج المدفوعة ده هبل وتفاهل مؤرزة خصوصا لما التلفزيون العربي بتعزم بشارة واحد اكبر الادوات الاعلامية اللي بتهاجم الامارات والسعودية ومصر وبتشوي فيهم ليل ونهار التلفزيون العربي ده عامل ترويج لتغريدة بتتضمن لقاء مع ابن الصهينة عزم بشارة تحت مسمى المفكر العربي لقاء بيدلس وبيجذب فيه عزم بشارة زي ما بيتنفس وبيشحن قلوب العرب على بلادنا وانتو يا سكاي نيوز بترويجوا البرنامج اقل من عادي عندكم من خلال خبر سخيف وتافئ طب فين ترويجكم لبرنامج ناديم قتيش اصلا وبصراحة ومحدش يزعل مني انتو معندكمش غير ناديم قتيش يا سكاي نيوز عربية وحاولها لكم بصراحة ده برنامج الليلة مع ناديم بكل برامجكم ونشارات اخباركم لان ناديم قتيش هو اللي مركع اعلام ايران وقطر والاخوان وهو اللي بيواجههم صح برغم اختلافي معاه في بعض الامور الا انه هو اللي بيتصدلهم بالاسلوب الصح والمنهج الاعلامي الصح في زمن الحرب وبالتالي لازم برنامج ناديم قتيش هو اللي ينتشر ما بين الناس ده اذا كنتوا عايزين تشاركوا في التصدي للهجمة الاعلامية انا بقول اذا تقومونتوا تسيبوا برنامج ناديم وترويجوا الخبر مسؤول هندي شرب تكسافين باللبن بالغلط ما يولع يتدفع له فلوس ليه ده اصلا اتمنى من كل عربي دم محامي على وطنه واعربته انه يتابع برنامج الاستاذ ناديم قتيش ويساهم في نشره على كل منصات التواصل الاجتماعي وكفاية لاسع يا سكاي نيوز لحد كده وكفاية فقع مرارة واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله بس ما تنسوش تشتركوا في قناة عرب بلص لانها برضو بتقدم الاعلام الصح في الزمن الصح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة